قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة عن نبي وكمان الدعاء لإخواتكم لأنهم مازالوا في محنة ونسأل ربنا أنه ينصرهم ويخفف عنهم عايزة كل اللي بيشاهدنا يكتب كلمة أمين في التعليقات عشان ربنا يستجيب لدعوتنا جبت لكم النهاردة فيلم جامد جدا مش هيخليك قاعد على أعصابك ويلا بينا نبدأ الملخص بيبدأ فيلمنا النهاردة بكبير وهو مستني بنته جانفي قدام المدرسة وبيلاقيها بتتكلم مع واحد فبيسأله ابن دروف على الولد ده فبيقول له يا عم ده صاحبها عادي فبيلاقيها بتحضنه كمن رحت تركب مع واحد تاني فبيقول لنفس البيت دي طلعت مقضيها وشكل كده ما عرفتش ربي ولا ايه فبينادي عليها فبتروح تركب معي فبيقول لها مين بقى الحلو ده فبتقول له أنهي واحد فيهم وقبل ما يقلب عليها بتغير الموضوع وبتقول له انها عاوزة تروح الرحلة بتاعتها ولانه كان رافت بتتحيل عليه فبيسألها هتروح مع مين فبتقول له مع صديقتها فريندا وبقية صحابها فبيقول لها أكيد الاتنين اللي شفتهم دول جايين معاكم بس بتتكسف وبتقول له آه ولما بيوصلوا البيت بتفضل تتحيل عليها عشان يوافق ساعتها بيشتري دماغه وبيوافق لكن بشروط وهي أنها تكون دايما على اتصال بيهم وكمان تبعت له اللوكيشن بتاعها باستمرار فبتقول له انت كده هتخنقني وممكن ما رجع لكش تاني فبيقول لها أنه يقدر يرجعها تاني في البيت مهما بعدت عنه وبعدها بيشغلوا فيديو دروف صوروا لآخر رحلة ليهم وبين عليهم أسرة سعيدة وبيحبوا بعض جدا وبيقرروا أنهم يقرروا الخروجة دي مرة تانية قبل ما جام في تسافر وبيكونوا في مطعمه دروف وكبير في الحمام وده الرجل اللي كان بيكلم بنته وكبير بيسمعه بس بيخرج يقعد مع أسرته وبيكون عاوز يجيب شيء لكن المطعم ما فيهوش فكة ومش بيق بالفيزا فبيرجع تاني مكان وهو متضايق ساعتها راش بيروح يجيب له شيء معي وبيقول له عادي يا عم مفيش مشكلة أن عزمك فبيجي يقعد في الترابيزا وكبير بيقول له تعالى قعد معنا وبيبدأ يتعرف عليهم وكمان بيعرفهم على نفسه وبيوريهم صورة بنته كمان ساعتها كبير بيجي له تليفون فبيخرج يتكلم برا وراش بيقدم حلويات لأطفاله فجنفي بتاخدها قبل أخوها وساعتها بتحس بحاجة غريبة وهي دي الحتة اللي هتقلب أحداث الفيلم كله لأن راش شكله مش سازج لأنه لما بيقول لها كله بتنفذ الأوامر من غير تفكير وبتخلص أكلها كله مع أنها ما كانتش جعينة ولما بيقول لها شروي بتشرب برضو وبتسمع كلامه في كل حاجة بيقولها فبتتوتر وبتقول لأبوها يلا نمشي من هنا فبيسلم على راش وبيخرج كلهم من المطعم وولدها بيكون بيجيب حاجة فبنلاقي راش بيديها بسكوت وبيقول لها لما تروحي لازم تكلي فبتخدوا منه وهي مستغربة جدا ومش عارفة بتعمل كده لي لحد ما بيوصلوا البيت وكلهم بينزلوا من العربية اللي هي لأنها بتقعد تاكل البسكوت الأول وبتنفس كل كلام راش بالحرف وولدها بيوقع والدتها وأخوها في البسين وكمان بيوقعها لما بتيجي وبيفضلوا يهزروا ويتحكوا مع بعض وبين عليهم أسرة متفاهمة فبتخرج مراته وبتلاقي أن التليفون تبل وبعدها بتروح تحطه في الرز ولما بتغير ملابسها بتقفل بلكونة بتلاقي راش واقف برة وبتستغرب إيه اللي جابه فبتروح تعرف كبير إن الراجل اللي قابله في المطعم واقف برة فبيبص عليه وبيلاقي داخل البيت عادي من غير ما حد يقوله تفضل حتى فبيروح عشان يقوله عاوز إيه يا عم منت بس بيلاقي بنته بتقوله إنه استأزم منها فدخلته فبيقول لهم تليفون يفصل بس وعاوز شاحن فبيحط تليفونه على الشاحن وكبير بياخد أطفاله عشان يغيروا ملابسهم وبيقول لهم راته تعمل لراش شي على ما ييجي فبيبدأ يبص عليها لحد ما بيلاقي صورة جانفي وبيفضل باصص عليها وأمها بتيجي بتقدم له الشي وهي خايفة منه وبتطلع فوق ساعتها بنلاقي خدرحته وحط رجله على الترابيزة ونوي يسيطر على البيت كله لكن جوتي بتطلع لجزها وبتسأله إزاي الشخص دعرف طريق بيتهم فبيحسبه حرامي وبيقول لها خبي أي حاجة غالية لحد ما شوف إيه حكايته في نفس الوقت اللي جانفي نزلت تقعد معي وكمان بتحكيله عن كل حاجة عنها وإنها بتحب واحد اسمه فيفيان وهيروح رحلة مع بعض فبيقول لها ما فيش الكلام ده انتي هتيجي معايا البيت وهتعيش معايا للأبد وبيقول لها أقولي وهي ما بتكونش قادرة ترفض ولا قادرة حتى تتكلم لحد ما أخوها بيقول لها يلا نلعب فراش بيقول لها روح يلعبي معا لحد ما يزهق وهي بتاخد الكلام من هنا وبتروح تنفزه بدون تفكير ووالدتها بتسمع صوت صريخ وبتلاقيها بتلعب مع أخوها بطريقة مجنونة فبتجري عليها وبتتحيل عليها تقف لكنها ما بتسمعش كلام حد وراش واقف مبسوط من اللي بيحصل وبيضحك ووالدها بييجي وقفها لكنها مش بتقف برضو لحد ما راش بيقول لها كفاية فبتقف وهي مش عارفة تتحكم في نفسها وكمان لما بيقول لها اعتزري بتعتزر وبكده هو اللي بقى متحكم فيها وبنلاقي دخل قعد معاهم على الأكل وكمان بيقول لهم ما ينفعش كده فكبير بيقوله انت بتتدخل لفعلتنا انت ما تعرفش عننا حاجة فبيقوله ازاي يا جدع نعرف كل حاجة حتى بنتك بتحب واحد اسمه فيفيان وريحة معي رحلة فوالدتها بتستغرب ليتكلمت مع شخص غريب عن الموضوع الخاص ده فبتقول لها لانه لما بيقول لها حاجة غصبة عنها بترد علي ومش هعارفة في ايه فبيضحكوا بيقول لهم عشان هي بتسمع كلامي وبيقول لها اتصل بفيفيان وقولي له انك مش جاية الرحلة وعملي له بلوك كمان وفعلا بتسمع الكلام وبتنفذ وسط الزهول من قسرتها فوالدها بيقوم يقول له يلا يا اخينا من هنا انت طولت قوي فبيقول له مش همشي من هنا غير لما خلص اكلي فبيشده من ايده عشان يترده لكنه بيتفجئ لما بيلاقي بنته ووقفه في وشه فبيحاول يبعدها عن طريقه لانها غريبة لكن المفاجئ انها بتزق والدها ومش عايزة راج يخرج وكلهم بيكونوا وقفين مصدومين ووالدتها بتسألها ليه بتسمعي كلامه كده فبتقول لها انها لازم تسمع كل كلامه وتنفذه كمان فوالدها بيرح يقول له انت عملت ايف بنتي فبيضحكوا بيقول له هو ده بقى السحر الاسود وبيعرفهم ان بنته دلوقتي ملبوسة وبتاخد الاوامر منه هو وبس حتى بصوا تعالي اعودي هنا يا حبيبتي وبيعملها زي الانسان الالي بياخد الاوامر وبينفذها وبس وعشان يأكد لهم اكتر بيلاقي الجو بره بيمطر فبيقول لها اخرجي تمشي في الجو ده وفعلا كانتها تخرج لكن اسرتها بتحاول تمنعها بس مش بتسكت غير لما راش بيقول لها ارجعي تاني مكانك واسرتها وقفة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل لحد ما والدتها بتقول له انت عاوز ايه فبيقول لها حلو السؤال ده بس الاول هاتوا تليفوناتكم هنا وبيخلي جانفي تكسرها وكمان بتروح تقطع النت عشان ما يتصلوش باي حد من بره وبيعرفهم انه مهمتها تخلص النهار ده وهيمشي على طول وبيخليها تكل الشي لحد ما كانتها تموت وولدها مش عارف يعمل ايه فبيحاول يمنعها لكن راش بيقول لها ضربي فبتضربه فعلا بقوة والكل بيكون واقف مصدوم بسبب اللي بيحصل وبيخليها تعمل له مساج وبيعرف اسرتها انه عاوز ياخدها هدية وهيمشي من غير ما يأذي اي حد لكن كبير بيرفض وبيكون عاوز يضربه لكن للأسف خايفة على بنته لانها مش يبقى وامره لحد ما بيخبطها خبطه دل مش بيستحمله كبير فبيهجم عليه وبيكون هيموته لو لانه امرها تضرب اخوها فبتجري عليه وبتخبط دماغه لحد ما بيغم عليه راجل مريض عمالي يضحك وبيكون مبسوط وكبير بيكون خايف على اسرته جدا لحد ما بيلاقي الباب بيخبطه وبيطلع ظابطه المساعد بتاعه وبيدخل البيت وهو مستغرب لمحدش فتح لهم لحد ما بيدخل البيت وبيلاقيهم قاعدين ومشغالين اغاني كمان فبيقولهم مين فيكم جوتي فبيقولهم انا وده جوزي كبير فبيقولهم مين الولد ده فكبير بيقوله ده صديقي فبيقوله طب وصديقك واخد بوكس في وش وليه فرش بيقوله عشان هو بيحب يهزر بس سنسيد عيد ميلاده فضربني خير يا باشا جاي تعمل ايه فبيقولها من جوتي اتصلت بيهم وبعد كده ما سمعوش صوت ساعتها جوتي بتفتكر انها سابت تليفونها في الرز لانه وقع في البسين وبتدخل المطبخ وبنلاقي بنتها فتحة امبوبة الغزو ومعها كابريت ومستني امر من راش عشان كده بنفهمهم ليه قاعدوا معا وما تكلموش قدام الشرطة وبتقدر تجيب التليفون وبتخرج تعرف الزبط ان ابنها الصغير اتصل بيهم وخبف صندوق الرز طفل بقى وبيلعب فبيسألهم امال هو فين فكبير بيقوله نايم بس انها صحي دلوقتي وبينادي عليه وهو اصلا مصابه نايم في سريره فالزابط بيقوله لا سيبه نايم بس تعرفه ما يكررش الحركة دي تاني وبيجي يمشي بيشم ريحة غاز ولسه يبعت المساعد بتاعه يشوف المطبخ فكبير بيقوله خلاصا اتصرف احنا لان ابنه فقوي كان نازل لكن لسوق الحظ الزابط بيمشي قبل ما يشوفه فراش بيقوله جانفي تعالي خلاص المهمة خلصت فكبير بيقوله ابني بينزف وعايز دكتور حالا وهديك اللي انت عايزه فبيقوله طب جمع لي بقى اي حاجة غالية عندك كده فبيجمع كل حاجة عنده في شنطة وبيخدها وبيمشي وبعد ما تخلصوا منه لاستقلقهم على بنتهم مخلصش وكمان بيسمعوا صوت بره فبيخرجوا يلقوا وقف بره وبيولع في فلوسهم وكل الحاجات الغالية اللي عندهم وبيقول لكبير مفكرني همشي بكل سهولة كده النهار ده يوم مميز وعشان لما ييجي مع دي الفجر هكون في اقوى حالتي وهقدر سيطر على العالم كله وبنعرف انه سحر شرير جدا وعاوز يسيطر على العالم كله وبيدخل البيت وبيدي امر الجنف تضرب نفسها وبتعمل كده فعلا وابوها مش قادر يعمل حاجة للأسف فبيدمع وبيضطر يطلع للغرفة اللي فوقه عشان ما يشوفهاش في الحالة دي فراش بيقول لها شغلي اغاني ورقصي شوية عشان يفرفش الجو وبتفضل ترقص كتير لحد ما بتتعب وبردو راش مش عايزها تقف وبيقول لها كميلي رأسه وبين علي مريد نفسي وبيحب يشوفي الناس وهي بتتعذب ووالدتها يعيني وقفة عيط لانها مش قادرة تساعد بنتها للأسف واللي بتكون تعبت خالص فراش بيقول لها روحي هاتي سكينة من المطبخ في نفس الوقت اللي كبير بيكون حضن ابنه فوقه ومش عارف يعمل له اي حاجة لحد ما بتجيله بجهازة تسجيل بتاع ابنه وبنته بتكون جابة السكينة وبيأمرها تموت والدتها لو فضلت قادة معهم فبتبص البنتها وبتحاول تخليها تفوق من اللي هي فيه لكن للأسف ما بتعرفش عشان كده بتطلع فوقه بتقعد جنب جزهة ويعيني بتكون فقدة الامل لانه هياخد بنتهم لكنه بيطمنها وبيقول لها مش هيقدر ياخدها وبيسألها بيعمل ايه فبتقوله انه تخمد وبنتهم بتحرص عشان لو حد قرب منه تخلص عليه فوالدها بيحاول ينزل بس بيلاقيها وقفة فوشه وبتعايت لانها مش قادرة تتحكم في نفسها وممكن تموته وعشان تبعد وبتعمل حمام على نفسها للأسف فوالدها بيطلع يعرف امها اللي بتنزل بسرعة وبتطلب من راش يسيبها تدخل الحمام لكنه بيرفض ووالدها سامع كل حاجة وبيكرر ينتقم لانه جاب اخره وبيحاول يهرب من الشبك عشان يعرف يوصل لراش ومرته بتجيب لبس لبنتها وبتغير لها وهم اللي اتنين بيعياته وبتقدر تاخد منها السكينة وبتهجم عليه وبتكون عاوزة تموته لكن بنتها هي اللي بتيجي وبتمسكها وكمان بتدفع عنه وبتروح تدور على السكينة عشان تقتله لكن ولدها بيوصل في اللحظة المناسبة وبيقدر يمسكها فبتطعنوا بالسكينة فبياخدها وبيروح يربطها عشان ما تتحركش وبيهجم على راش وبيكون مغلول منه وبيفضل يضرب فيه بكل قوته وبيخنقوا وكان خلص هيخلص عليه لكن راش قدر يدي امر لجنفي وبيقول لها اتحكي لحد ما تموتي وللأسف كده هتموت وولدها مش قدر يعمل اي حاجة فبيكرر يسيف راش اللي بيتحك لانه سيطر على العيلة كلها ومحدش فيهم قدر يمنعوا من اللي بيعملوا وبيخليها تسقط وبيقول لكبير منت لو وفقتي تديني بنتك ما كانش ده كله حصل وكفية كلام عن بنتك بقى ونخش على ابنك اللي زمانه بيعيط من الوجع وعشان انا ما بحبش حد يتقلم فهخلصه من القلم ده وبيفك جنفي وبيقول لها خدي السكينة وطلع يخلصي على اخوكي فبتطلع جاريو والدها وراها عشان يمنعها تقتل اخوها ساعتها والدتها بتضربها عشان تفوق وده لانها عاوزة تموت اخوها فبتفضل تعيات لان كل ده غصب عنها وما فيش فئديها حاجة تعملها ومش فهمة ايه اللي بيحصل لها فوالدها بيطمنها ان كل حاجة هتكون بخير فبتقوموا وبتقول لنا عرفتها عامل ايه وبتقفل الباب وكانت بتضحك عليهم عشان تقدر تموت اخوها من غير ما يمنعوها وبتفضل تدور عليه في كل مكان عشان تنفذ امر راش وبتدور على اخوها زي المجنونة ولازم تلاقيه وعمل تخسر في كل حاجة عشان يظهر لحد ما راش بيقول لها على مكانه فبتطلع على السطح وبتحاول تفتح الباب لانه مستخبي جوه وكمان مش عايز يخرج لحد ما بتلاقيه شاكوش وبتبدأ تكسر الباب عشان تمسكو في نفس الوقت اللي كبير ومراته بيقدروا يخرجوا من الغرفة وبيروحوا على السطح في الوقت ده قدرت تدخله وبتجري وراخوها وقبل ما والدها يجي يمسكها فبترشأ السكينة في ايده فبيقع وبتشيل السلم عشان محدش يطلق وراها وبتشيل اخوها كمان عشان ترميم من فوق فوالدها بينزل بسرعة لتحت عشان يمسكو لكنه للأسف ما بيلحقوش وابنه بيقع ميت على الارض قدام عينه وهو ومراته في حالة صدمة ومش قادرين يعملوا اي حاجة وراش بيخرج مع بنتهم عشان يشمت فيهم لكن دروف بيطلع عيش وبيتنفس فراش بيقولهم لسه معاكم فرصة تنقذوه وما بيكونش قدامه غير انه يضحب بنته وبيقوله خدها عشان يقدر ينقذ ابنه اللي بيموت فراش بيكون مبسوط لانه انتصر في النهاية وبيكرر انه ياخدها ويمشي وكبير بياخد ابنه العربية عشان يلحقه فبيلاقي بيقوله انا عايزك ترجع لأختي فبيخلي والدته توصله المستشفى وبيكرر يروح وراء راش بس الاول بيحاول يعالج جروحه عشان يقدر يكمل ويوصل له وبياخد عجل وبيروح وراءه في الغيبة عشان يمسكه قبل ما يعمل حاجة في بنته واللي بيلاقيها مشي وراء الحد ما بيوصل لما كان راش وبيكون عنده جيش من البنات المصابة بالسحر الاسود وكلهم بيتعوف اي كلمة بيقولها شبك دخل مسك تليفون راش الأول وبعت اللوكيشن لصديقه وده عشان لو خرج مع بنته يقدر يوصل لها وفعلا بيعرف يحدد مكانه فبياخد درجة صاحبه وبيروح على المكان اللي راش فيه وبينلاقي بيعمل تقوص غريبة لانه هيعلن نفسه استغفر الله العظيم إله جديد والبنات دي كلها هتكون الجيش بتاعه بس مش هما بالتحديد بس مش هما بالتحديد إنما أرواحهم لانه عاوز يولع فيهم عشان أرواحهم تكون عفريد تابع لي وساعتها يقدر يتحكم في اللي هو وعاوزه في نفس الوقت كبير بيكون في الطريق وبنات بتشوفه فبتهجم عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وهو وبيضرب فيهم وعاوز يتخلص منهم بصرع عشان يلحق بنته اللي بتسمع كلام راش هي وكل اللي معيها وده لأنهم هيرموا نفسهم في النار وبعد ما راش بيخلص تقوصه هيرمي آخر دبدوب وبكده كلهم هينزلوا وراه وكبير في نفس الوقت بيتخلص من الاتنين اللي هجموا عليه وبيمشوا ورا المكان لحد ما بيوصل للبيت وبيشوف نار خرجه من جوه فبيتخضى على بنته وأول ما بيدخل بيتصدم لما بيشوف راش مجمع البنات دي كلها وعاوز يرميهم في النار وقبل ما يعمل أي حاجة بيتخبط على دماغه من واحدة من جيش راش والباقي بيسحبوا لي وبيشوف بنته قدام عينه ومش قادر يعمل لها أي حاجة وراش بيقوله انت عنيد قوي فضلت ورايا لحد ما جيت انت الوحيد اللي قدرت توصل لبنتك من وسط البنات دي كلها لان محدش قدر يوصل لهم خالص من أهلهم وبيكمل تقوصوا عشان يموتهم كلهم واللي منهم جنفي وهتموت قدام عين والدها واللي بيكون مستسلم ومش عارف يعمل أي حاجة لكن فجأة قبل ما راش يرمي آخر ده بدوب كبير بيمسكه وبيقطع له لسانه بالسكينة اللي مرشوقة في اديه وبيقدر يتخلص من صوت المزعج ده وبكده مش هيقدر يدي أوامر للبنات مرة تانية فكلهم بيهجموا عليه وساعتها بنسمع صوت مرة تانية وهو بيقول للبنات انه هيحررهم وبنعرف ان دي خطت كبير لانه قدر يسجل كلام راش وهو بيقول له بنتك وكرروا عشان لما البنات تسمع وتتحرر وفعلا خطته بدأت تنجح لان البنات بدأت ترجع لطبعتها واحدة واحدة وبيروح لبنته اللي وعدها ان مهما بعدت عنه هيقدر يلاقيها وبيحضنها وبعياتهم من لتنين وبعدها بيروحوا المستشفى عشان يتعالجوا والشرطة بتيجي تعرفوا انهم لأمية وتمانية بنت مع بنته وهو اللي انقذهم وكان السبب في فرحة اهلهم لان كل واحد فقط بنته رجعت له من تاني فبيسألها عن الرجل اللي اختفى فبتقول له بندور عليه عشان نمسكه ويطاقب على كل الجرائم اللي عملها وبعدها بتشكره وبتمشي وساعتها العيلة بترجع تتجمع تاني ودروف بيبدأ يتحسن وطلع للسعيش وبيعادي سنع على الكلام ده وبنلاقي كبير رايح لما كان بعيد في الصحراء وسط مواسير المجاري لانه حابس رش هناك وكان بيعذبه طول الفترة دي عشان ينتقم منه بسبب العمل وفي بنته وكل البنات التانية وكذب على الشرطة وقال لهم انه هرب وكمان بيديله درس محترم لانه كان مفكر نفسه اله وقدر يسجنه في سجن بعيد عشان الحكومة هتبقى رحيمة عليه شوية وفي النهاية بيسيبه يموت وسط المجاري وبس كده بيخلص في المنى النهاردة اشتركوا في القناة